نهاردة رئيس الوزراء ترقص اجتماع للمحافظين مجلس المحافظين شدد مرة أخرى على ضرورة متابعة تطبيق كافة الإجراءات الحقيقة أنه الإجراءات التي أعلنتها مجلس الوزراء هي إجراءات مهمة المحلات تقفل الساعة 9 لا يوجد أفراح لا يوجد احتفالات لا يوجد حفلات أي أفراح تكون نهايتها الساعة 9 والحدود القصوى 300 شخص فقط إغلاق المحال والمقاهي دور السينما بمسارح كل حاجة تقفل الساعة 9 مساء باستثناء المدن السياحية اللي هي الغرداء وشرم الشيخ وفي هذه المدن السياحية ولكن ليس الأمر لا يتوقف فقط عند الكورونا ولكن أيضا تعالوا نشوف مشاهد العشوائيات وإحنا كنا اتكلمنا على عدد من المشاهد كنا اتكلمنا عن اسكندرية وعلى محيط محطة مصر في اسكندرية والحقيقة إنه استجابة لكلام اللي احنا كنا نقشنا في هذا البرنامج كان فيه عدد من الحملات قام بها السيد المحافظ ورؤساء الأحياء لهذه المنطقة مرة أخرى زي ما قال المحافظ مش هنقدر ننقل الناس كلها من الباعة الجائلين إلا بعد ما يكون لهم مكان لأنه لابد أن يكون هناك يعني رعاية اجتماعية ما نقدرش ننقل الناس كلها يعني لازم نحدد لهم مكان الأول وبعدين ننقلهم ولكن كان فيه حملة لهذه المنطقة بنشكر السيد المحافظ ورئيس الحي على هذه الحملة هدفنا في النهاية مش إنه إحنا لن نكد على الناس ولا نقطع رزقهم هدفنا في النهاية حماية الناس لأن المشاهد اللي كانت موجودة مشاهد لا يمكن قبلها وده المشهد في تطوير محطة الرمل ودي الجولة اللي كان بيقوم بها المحافظ لمتابعة التنفيذ النهاردة وزي ما قال لنا قدامنا 275 يوم حتى تختفي هذه المشاهد ونفتتح هذا التطوير لميدان محطة مصر ترجمة نانسي قنقر